تعليق بسيت على الأسار البارح ومتابعة للأسار البارح وحكينا فيه البارح اللي هو العنف المسلط على أنصار الحزب الدستوري الحر وعلى قيادات الحزب الدستوري الحر ورئيسه إلى آخره في وقفة احتجاجية سلمية قامت بها أو قام بها الحزب أمام مقر نقابة الصحفيين اللي هي من الرياكسيون متاحها ظاهر اللي هي ياسر ديمقراطية واللي هي ياسر تحترم حريطة الفكر وحريطة التعبير وتحترم التعددية السياسية وما عندها حتى أجندة الحقيقة وقفة سلمية تطلب حماية ووقفة سلمية تحذر لها اللي في تيت هذوكم وتدعيوا في الثورة الجيح كيت فيه البارح مش فنعود نرجع له اليوم حبيت فقط نعطي تعليق ولزوز التصوير اللي عملتها نقابة صحفيين اللي عملها من نقابة صحفيين وعلقها هذيك اللي فيها نصف واجح بن علي ونصف واجح عبير موسي وحاتين فيها ليلة تجمع ليلة الفاشية دو آن ساعة شكلاً الكولور اللي اخترتوها اللي هي السفرة التيبيك متاع شعار رابعة ربما الانكانسيون تكلم فيكم ربما فما حاجة معناها بداخلكم تحركت وعملت الكنسيبسيون هذيك كل اللون التيبيك معناها اللون الديستنغي مدعش يعارب على الاخوانجية الإرهابية في مصر هذه التوتاتر ما نعرش ربما الاخصائيين في الامور هذي وفي علم الألوان وكل شيء طيعتونا شنو لعندكم التوتاتر إذا كان نجمو يحلوها وحاجة أخرى كيف كيف كاتبين تحتها ليلة تجمع ليلة الفاشية نحب ذكركم إلا عندكم زملائكم حاليا يذير لي موقفين وفي السجون بمقتضاء الفصل 54 إلا ما عملتوش عابير موسي الفاشية اللي تحكيوا عليها هنتوما وما عملوش بن علي الفاشية اللي تحكيوا عليه هنتوما وما عملوش تجمع دونك وينكم على الفصل 54 عابير موسي ذير لي في المعارضة مش هي لا وقفة زملائكم في السجن توا ومش هي لا حطتهم في الحبوسات ومش هي لا على كلمة معناها حرة في منبر توقف العباد وتهرسل العباد يذولي موش هي ما عنديش البوفور إلا بشتعمل حتى معناها هيك لوجيكمان بغلان ما نحكيوش يذولي ما عنديش البوفور دونك بربيت لهيه وبلا قاعد ينكل بيكم ولا قاعد يهدد بالحق الديمقراطية الصحيحة وديمقراطية الحقيقية وانتو معمركم ما كنتو ديمقراطيين داير خاطر إنكم توستو ترفضوا وقفة احتجاجية سلمية ما فيها حد شي وما فيها حد أقلق يذولي مش متاع مظهر من المظاهر الديمقراطية هذي حاجة حاجة ثانية وبها نختم راهو بالنسبة للناس اللي تتكلم باسم منظمة حشاد مايش حكر لا عليك لا على غيرك منظمة حشاد لا هي للقوميين ولا هي لليساريين ولا هي للمتطرفين ولا حتى حد منظمة حشاد رايق قلعة نذال التوانس الكل ونحب نذكر الناس لأنه البلاغ متع الاتحاد أعتبره فضيحة أعتبره فضيحة وعارا لأنه دو آن أعطيني ما يثبت لتم اعتداء على مقركم وتم الاعتداء على جماعتكم أعطينا فيديو تثبت مش ساهل لكلام راهو دو دو الزعيم فرحات حشاد ترقس الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر معناها عندكم أنتوما هو رئيس العسابة الدستورية في وقت ما فرحات حشاد ما تنقضوش رواحكم راوتوين سيفضحوكم وكشفوكم وعراوكم نحكي راهو للناس اللي تكلمت وتبنت الموقف هذه ما نحكيش باسم منظمة المنظمة أشرف من هؤلقي بكثير وبكثير جدا وللحديث بقية